اهلا بكم الى موجز اخبار الان بدأ خروج مقاتلين ومدنيين من حي برزة شمال الشرقية العاصمة السورية دمشق وذلك ضمن اتفاق توصلت اليه فعاليات مدنية وعسكرية من الحي مع قوات الاسد وفق ما افاد المجلس المحلي للحي ويقدر عدد المغادرين ضمن الدفعة الاولى ما بين 1200 الى 1500 مدني ومقاتل من الجيش السوري الحر وفصائل عسكرية اخرى ومن المقرر خروجهم باتجاه المحافظة ادلب شمالي سوريا فيما يفترض خروج الدفعة الثانية من الحي يوم غد القت شرطة العراقية القبض على ثلاثة من افراد داعش اثناء هروبهم سباحة من نهر دجلة في محاولة للوصول الى الجانب الشرقي من مدينة الموصل وقال الرائد في شرطة مدينة الموصل وقاس الجبوري انه تم رصد دخولهم للنهر من الجانب الغربي في اطراف منطقة تل الشياطين ولحظة وصولهم للساحل الشرقي تم اعتقالهم على الفور افادت مصادر اعلامية مصرية ان ثمانية مسلحين قتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة في محافظة سهاج جنوب مصر وقالت المصادر ان الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية قامت بشن حملة واسعة لمطاردة بعض الافراد الارهابيين المتواجدين في المنطقة الجبلية على طريق سهاج البحراء الاحمر قال خفر السواحل الايطالي انه تم انقاذ نحو ستة الاف مهاجر حاولوا الوصول الى اوروبا عبر البحر المتوسط على مداري الثمانية والاربعين ساعة الماضية ونقلت مصادر صحفية عن خفر السواحل الايطالي انه تم نقل عدد من هؤلاء المهاجرين الى ايطاليا فيما انتشهدت سفينة تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود عدة مئات منهم هذا ولم يكشف خفر السواحل الايطالي عن جنسيات المهاجرين اعلن الجيش الوطني الليبي الاثنين بصت سيطرته على ميناء بنغازي البحري بعد اشتباكات مع عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة وذكر الجيش الليبي في بيان انه سيطر ايضا على مبنى الجوازات وساحة محكمة شمال بنغازي بالاضافة الى عمارة التأمين في منطقة السوق الحوت شمالي بنغازي اعلنت مارين لوبا مرشحة اقصى اليمين الخاسرة في انتخابات الرئاسة في فرنسا عن انشاء حركة سياسية وطنية شديدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية في يونيو حزيران القادم واكدت الداخلية الفرنسية ان حزب مارين لوبا الجبهة الوطنية الذي اسسه والدها سجل رقما قياسيا في هذه الانتخابات بالحصول على نحو 9 ملايين من اصوات الناخبين الى اللقاء اشتركوا في القناة